تعمدت الشمس اليوم على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني داخل معبده الكبير بمدينة أبو سنبل السياحية جنوب أسوان في الظاهرة الفلكية الفريدة التي تحدث مرتين خلال العام وسط حضور كبير من السياحين الأجانب والمصريين بلغ حوالي 2200 شخص من مختلف الجنسيات يتقدمهم الدكتور هشامز عزوع وزير السياحة واللواء مصطفى يسري محافظ أسوان ونخبة من فناني مصر وحملة تمرد المركزية ظاهرة تعامد الشمس على تمثال رمسيس الكائن بمعبد أبو سنبل بأقصى جنوب مصر كانت تحدث يومي 21 من أكتوبر وال21 من فبراير من كل عام قبل العام 1964 إلا أنه بعد نقل معبد أبو سنبل لإنقاذه من الغرق تحت مياه بحيرة السد العالي أصبحت هذه الظاهرة تتكرر يومي 22 من أكتوبر وال22 من فبراير وذلك لتغير خطوط العرض والطول بعد نقل المعبد 120 مترا غربا وبارتفاع 60 مترا تحدث ظاهرة تعامد الشمس المميزة لمعبد أبو سنبل عن سائر معابد المصريين القدماء عندما تدخل الشمس من واجهة المعبد لتقطع مسافة 200 متر لتصل إلى قدس الأقداس لتضيء ثلاثة تماثيل من الأربع الموجودة في داخله وهم تمثال رعحور أخت إله الشمس وتمثال رمسيس الثاني الذي يتساوى مع الإله وتمثال آمون إله طيبة في تلك الحقبة أما التمثال الرابع للإله بتاح رب منف وراء الفن والفنانين وإله العالم السفلي فلا تصله آشعة الشمس تعامد الشمس على معبد أبو سنبل مرتين في العام تستند إلى حقيقة علمية اكتشفها قدماء المصريين وهي أن شروق الشمس من نقطة الشرق تماما وغروبها من نقطة الغرب تماما في يوم 21 من مارس ثم تتغير نقطة الشروق بمقدار ربع درجة تقريبا كل يوم إلى ناحية الشمال حيث تصل في شروقها إلى نقطة تبعد بمقدار 23 درجة و27 دقيقة شمال الشرق في 22 من شهر يونيو تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني مرتين في العام يومي 22 من أكتوبر و22 من فبراير يعود لاختيار قدماء المصريين نقطة في مصار شروق الشمس تبعد عن نقطتين مصارها زمن قدروه أربعة أشهر لتتوافق مع يوم 22 من أكتوبر و22 من فبراير من كل عام ثم قاموا ببناء المعبد بحيث يكون اتجاه المصارى التي تدخل منها أشعة الشمس على وجه رمسيس الثاني من ناحية الشرق من فتحة ضيقة أماني إبراهيم الحياة الآن إذن تعامدت الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني داخل معبده الكبير بمدينة أسوان معنا سيادة اللواء مصطفى يوسري محافظ أسوان وأكيد كان حاضر هذا الحدث المهم سيادة اللواء براحب بحرارك معنا في الحياة الآن أهلا بحرارتك سيادة اللواء حرارتك تقدر توصف لنا إزاي المشهد النهاردة المشهد النهاردة كان يعني أكثر من رائع ويا ريت يا مصطفى شريف كنت حراك موجود يا ريت يا فندم أو والله فعلا حدث يعني اللي ما بيشوفش التعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني يوم 22 أكتورة أو 22 فبراير بيبقى فاتوا حاجة كتير جدا حاجات كتيرة يعني منظر فعلا يبين عظمة الخدماء المصريين وعظمة المصريين نفسهم يعني عدد السياح والسياحة في أسوان سيادة اللواء حرارتك تقدر تقولينا إياه عليه يعني هو كان النهاردة اللي كان حاضر تقريبا في حدود 300 تقريبا 300 أو 300 وشوية لكن فيه من أسوان وفيه من القاهرة يعني كان فيه الأستاذ أحمد بدير فنان الكبير والأستاذ أميس سليم كانت موجودة يعني فعلا ناس جايين من مصري كتير جدا حاضروا تمام تمام وصلتني وصلتني الصورة أنا بشكر بشكر حضرتك اللواء مصطفى يسري محافظ وان شكرا على وجود حضرتك معنا في الحياة الآن كما أشكركم أيضا مشاهدين على متابعتكم لهذه الجولة الإخبارية من الحياة الآن تحياتي وفريق البرنامج إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر